الجولة تسادسة مصطلحات فريقة كلميني شوية عن المصطلحات الفريقة وإيه يا تقصدي إيه بمصطلحات فريقة هقول لك على حاجة عارفوا وإحنا صغيرين لما كتير كنت تسمعي مثلا الأب أو الأم بيقولوا كلامه وما نفهمهوش إيه الصبر مفتاح الفرج سلمي لله فأنت تأيوه يعرف لو إن شاء الله أيوه يعني إمتى إن شاء الله يعني إمتى ونفضل كده لما تفهمي الكلام ده تدركي أن أهلينا وجدودنا كانوا بيدونا مفاتيح نمشي بيها في الحياة وأحنا مش فاهمين أيوه كنا صغيرين شوية لسه التسليم ده حاجة تحفة مش عارفة وصفها واللي يمكن الكلام يبان شوية أوفر لو الناس مش فاهمة بس التسليم مفتاح الرضا مفتاح الهدوء النفسي مش بقولك ما تسعاش مش بقولك قوم الصبح قول إن أنا مش هعمل حاجة علشان أنت سايبها كده أنا بقولك سلم إنك تعمل اللي عليك والباقي على الخالق ما توقفش عامل زي اللي بيكسر في حيط أو بيزق حيطة مش هتتزق أنت ممكن تجيب حاجة تساعدك بس يا الحيطة مش هتتزق فاتحدد كمان السعي مصاره هيكون فين الصبر لما دايما نيجي نشرح حاجة أو نتكلم زي ما كنا بنقول الوعي التخلص من علاقة نفسية مؤذية أو أيوة يعني هخف إمتى الصبر طيب أنت عاملة بالزبط زي اللي خلفت ولد وبتقول لي إيه ده أنا ابني اللي عنده شهرين ما دخلش مدرسة ما هو مش وقته ما هو عنده شهرين هو مش عفي تكلم مش عفي يمشي إنه الواحد ما يستعجلش الواحد ما يستعجلش فأي حاجة ورتم الحياة السريع بيأثر علينا نفسياً إن إحنا بنرفض الصبر إحنا تعودنا كل حاجة بتيجي بسرعة حتى الطبخ بقى سريع فأنتي مش مستحملة تصبري فإيه اللي بيحصل بتخدي سريع حتى لو كان مش اللي أنت عايزي بس ده فيه ناس صبرت صبر يعني أيوب يعني آه فيه ناس بتصبر برضو بس هي الفرق إنه فيه ناس حقيقة عندها الصبر أنا معاكي بس على الصعيد الآخر فيه ناس صبرت وفيه ناس بتستحمل وفيه ناس بتقدر تستنى هتلاقيهم هم اللي بيقولوا لنا كلام اللي إحنا ما بنفهموش عشان هم حسينه ومن هنا جيه عنوان التابتر أو الفصل مصطلحات فارق ترجمة نانسي قنقر